مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أشهد معالي بما يقوم به مجلس الأوقاف من أعمال ومهام تصب جميعها في خدمة الدين والوطن منوها معاليه إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد والاهتمام بتطوير وتنمية الأوقاف وتوظيف التقنيات والأساليب الحديثة في التنمية والاستثمار مع مراعاة الجوانب الشرعية في جميع المعاملات المتعلقة بذلك كما وجه معاليه إلى زيادة الاهتمام بالمساجد والجوامع من حيث صيانتها وتهيئتها للمصلين وجعلها أماكن أمن واطمئنان مع إبراز الوجه الحضاري الذي تتمتع به مملكة البحرين من جانبهم أعرب رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف السنية عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة وأصحاب الفضيل أعضاء المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية على الدعم والمساندة التي يتلقاها مجلس الأوقاف بالإضافة إلى الاهتمام والمتابعة لجميع الأعمال لأعمال إدارة الأوقاف